طبعا ما في شكل وفي استعدادات كبيرة جدا وعلى أعلى مستوى بتتم الانطلاق بطولة منطقة القاهرة للسكواش واللي هتتلاقي بكمان يومين بطولة بتعتبر من أقوى بطولات الموسم بعد طبعا بطولة الجمهورية بشارك فيها عدد كبير من اللعيبة وبتكون فرصة كبيرة لدعم وتشجيع الناشئين والمتسابقين حاليا نتكلم أكتر عن البطولة الجديد اللي هتقدمه السنة دي إزاي حيكون شكل وخريطة المنافسات فيها كل ده حنعرفه من ضفنا المهندس أشرف الخولي رئيس منطقة القاهرة للسكواش أهلا بيك يا باشوهد أهلا بحضر لك صباح خير صباح خير صباح النور أهلا بسأل بطولات المناطق بتبقى بطولات قوية بتبقى فرصة كويسة قوي بالذات للمنتخب أو للكشفين يعني أنهم يعرفوا يشوفوا اللاعبين منطقة القاهرة السنة دي البطولة حيبقى شكلها إزاي متخيل إن إيه اللي ممكن يا طيب نعمل سمع الخير على حرككم مضبوط المناطق عموما هي أقوى بطولات بعد بطولة الجمهورية ده المفروض بطولة المنطقة القاهرة الحمد لله السنة اللي فاتت والسنة دي هي أكبر بطولة في الموسم الموسمين على التوالي الحمد لله خلينا نقول كذا نقطة النقطة الأولى إحنا لما جينا نعمل السنة دي بطولة المنطقة قلنا إحنا عايدين نبدأ من حيث انتهينا السنة اللي فاتت بس بنعمل نفس اللي عملنا سنة اللي فاتت بتدور في حوالين حاجة واحدة اللي هو لعب السكواش لعب السكواش بيحتاج كلنا بنسيرف عليه بنسيرف عليه من أربع محاور أساسية المحور الأساسي هو إن أنا وفر للعب ملاعب جيدة تصلح إن هو يبقى مركز في لعبه تحافظ على سلامته وإمانه جوه الملعب أثناء الجيم بالتعاون مع نادي الظهور وأنا بشكر إحنا السنة دي عاملنا في نادي الظهور مدينة نصر وإستاذ قاهرة نفس اللي حصل السنة الفاتد ونادي الظهور بصراحة بالكامل بقية المستشار محمد دي مرداش جدد ملاعب الظهور بالكامل كأنها لسه جديدة معمولة النهاردة الأستاذ وده برضه يعني لسه ما أعلنش عنه في أي حتة تانية أو المرة أعلن عنه تم تجديد المجمع بالكامل ويمكن من سنين لكان كرشة الأرضيات ولا كانت الدهنة الحيطان مجمع بالكامل اللي حيروح النهاردة مجمع السكواش حيلاقيه كأنه لسه معمول منذ إن شاءه فإحنا ده أول محور إحنا رعيناه جدا إحنا نرعي جودة الملاعب تاني محور إن أنا لازم أوفر لللاعب وده عنصر أساسي جدا في اللعب الحكم فإحنا عمينا على هامش البطولة دور التحكيم لإدخال من 25 إلى 35 حكم جديد في منظومة التحكيم للاتحاد المصري بالتعاون مع الاتحاد المصري والأستاذ عاصم خليفة نحنا نزود عدد الحكام في منظومة التحكيم تالت محور اشتغلنا عليه اللي هو إن أنا أحافظ على اللاعب لقدر الله من الإصابات فإحنا مع الدكتور حسن كمال دكتور حسن كمال الرئيس اللجنة الطبي الأولمبية واحد من عالم الطب الرياضي في مصر هنعمل محاضرتين عن الطب الرياضي إزاي اللاعب يحافظ على نفسه وإزاي إن أنا لقدر الله في حالة الإصابة يعمله ريكافري دور محاضرتين المصريين برضو هتعمله في نادي الزهور رابع محور إن الجزء الطبي بالتعاون مع مستشفى دار الفؤاد إحنا عاملين مستشفى ميداني بالكامل فيها كشف مستعدين مش بس مستعدين إحنا عاملين كشف قلب ومطنة لكل اللاعب المشاركين ده فورفري وكل أولياء الأمور أو السادة الجمهور اللي هبوا حاضرين لهم من برشب فورفري في دار الفؤاد عشان يتعمل شيكب عليهم من بعد شهر ثلاثة فدول الأربع محاول اللي إحنا شفنا إن إحنا مغطين فيهم اللاعب بندور حوالي فيهم طيب هل نقدر نقول إن هذه البطولة منطقة القاهرة بتؤهل للمنافسات على مستوى الجمهورية يعني زي بقي الألعاب يعني وليه هي منطقة يعني اللي هي بطولة مناطق زي ما حتك قلت إن هي بطولات المناطق ليه مش محافظات زي مثلا بقي الألعاب وفي الآخر بتؤهل إلى بطولة الجمهورية كون فيه منافسة على مستوى الجمهورية ده المركز الأول على مستوى الجمهورية مزبوط طيب إحنا عندنا في السكواش الوعدة مختلف شوية إحنا البطولات عندنا متقسمة كل فيه نوع من البطولات زي بطولات المناطق الـ points بتاعتها بتبقى أعلى شوية اللعب لما بيشارك في البطولة ويكسب فيها بحق مجرد مشاركته فيها وبعدين بيكسب 1-2-2-3 بياخد points أعلى شوية من بطولات الـ N-D الـ N-D-N-A-D-X-Y-Z منظم بطولة اللعب بياخد points بس أقل في الـ points بتاعتها اللعب بيستفيد بيها في الرنك بتاعه وبعدين كل شهر بتعمل إعادة ترتيب للرنك حسب كل لعيب الرنك بتاعه كام 1000 في 1500 في 3000 شوف نرتب اللعيبة وبعدين نشوف بيزدى عليها بترتب من رقم واحد من رقم اتنين من رقم تاتة الحد ونوصل مثلا 64 أو 222 حسب في بعض الأحيان بيبقى فيه مشاركات على طول ما نبتديش بأول دور بنبقى فيه 16.8 في بعض الألعاب الفردية التانية هل ده متاح في السكواش حسب الرنكين بتاعي نبتدي بال32 16.8 فالي هل ده متاح في السكواش زي بعض الألعاب الفردية الأخرى حسب البوينت بتاعتي وحسب الرنكين بتاعي مظبوط ممكن يخش باي ما يبقاش بيلعب من أول دور يبقى بيلعب من تاني دور أو تلت دور مظبوط ده متاح في السكواش ده متاح كمان في الفئات السنية الصغيرة مظبوط متاح في الفئات السنية الصغيرة طيب السن كامل اللي بيشارك في هذه البطولة طيب احنا عندنا السنة دي مراحل بدين 11 13 15 17 19 23 رواد سوريا عمومي رجال وسيدات يعني كل ده ولاد وبنات من أول 11 سنة لحد العمومي المراحل يمكن اللي مش موجودة عندنا السنة دي وده برضو ما كانش موجود قبل كده في مرحلة الرواد فوق 35 سنة و45 سنة ما بقاش موجود في منظومة البطولات في الموسم ده بس احنا برضو بالتعاون مع نادي الجزيرة احنا عاملين بطولة على هامش بطولة منطقة القاهرة المعمولة في الاستاذ ونادي الظهور عاملين بطولة 35 و45 سنة فوق 35 وفوق 45 وعملين فيها حاجة جديدة كمان بطولة دبل أو ما تعملش بطولة دبل دبل يعني 2 على 2 ده ما تعملش بكده عاملة برضو دي موجودة في نادي الجزيرة والفاينالز بتاعتها كلها بتاعت كل البطولة اللي في الاستاذ أو اللي في الظهور أو اللي في الجزيرة والفاينالز كلها تتلعب على ملاعبات الظهور ليه بيلعب فيها الأبطال السابقين لللاعب؟ أبطال سابقين لعبة سابقين مدربين حالين أي حد مفتوح لأي حد حبيب يشارك فيها طيب التأسيمة هتكون إزاي؟ مين هيلعب في الظهور؟ سؤال صعب أفضل؟ أفضل؟ سؤال صعب أفضل مين هيلعب في الظهور؟ مين هيلعب في الأستاذ أو في المجمع؟ يعني التأسيمة هتكون موجودة إزاي؟ هالممكن إلا في مباراة هنا ونكمل فيهم تاني في مكان آخر؟ طيب إحنا لو خدنا نموذج السنة اللي فاتت مثلا السنة اللي فاتت كنا عاملين الولاد كلها مراحلها في الأستاذ وبقيت الفاينالز بتتلعب كل المراحل تيجي في الظهور نادي الظهور بس إحنا النهاردة هتحط الدرو الدرو بيتأس فيه كزا نقطة عدد اللعيبة اللي شاركت عدد الملاعب المتاحة هنبدأ من الساعة كاملة إن إحنا بنحاول نراعي شوية إن ما نبدأش في معظم الأيام ما نبدأش من مبادر قوي عشان اللي عنده مدرسة أو اللي عنده جامعة قوي بقى عنده أفليبلت إنه ممكن يروح جزء أو عنده امتحان الصبح وإحنا الرواد معنا كمان عنده مش أكل وفي ناس عنده شغل سهلا بنا متفرجين وقت البطول وإحنا كمان عاملين بص بين الظهور والأستاذ يودي كل ونص ساعة عشان نسهل الترانسفورتيشن سواء بيرنت عنده ولد وبينت بيلعب هنا أو هنا مدرب بيعامل كوتشنج هنا أو هنا عظيم أحنا كنت بتتكلم عن التجهيزات وأعمال التطوير اللي تمت في الملاعب الموضوع ما كانش سهل للإطلاق يعني أنا مجموعة من الصور دلوقتي هنعرضها على الشاشة للسادة للمشاهدين عشان نشوفوا أعمال التطوير اللي تمت بالفعل في الملاعب دي في أستاذ القاهرة وزي ما حد ذكرت نهاية الظهور كمان في أعمال تطوير كبيرة تمت في الملاعب حتى أن اللي يشوف هقول إن الملعب ده جديد مش بيتم تطويره أو كده لأ الملعب جديد تحس إنه لسه معمول مظبوط طب إحنا شايفين قد إيه الشغل وقد إيه التطوير اللي بيحصل عايزة أفكر بقى مع حضرتك لو لاعب عنده ماتش في الظهور بعدها حيكمل ماتش في الأستاذ أو العكس حيبقى الاتنين في نفس اليوم حيبقى فيه وسيلة نقل حركة كلمة عن الأوتوبيوس اللي حيبقى يكون موفر للأهالي لكن حل حيبقى فيه حاجة موفرة لللاعبين أو وارد إن لاعب يلعب ماتشين في نفس اليوم في مكانين مختلفين طيب لا هو وارد اللاعب يلعب ماتشين نفس اليوم بس مش حيبقه في مكانين مختلفين هو ممكن يلعب في مكانين مختلفين في يومين غير بعض بس هو الأستاذ حيبقى أول 6 يام من الخميس هنلعب لمدة 6 يام في الأستاذ بعدها كل المراحل هتتنقل الفاينالز بتاعتها السيمي فاينالز والفاينالز في ملاعب نادي الظهور التجهيزات اللي حصلت في الملاعب دي وفق المعايير الدولي طبعا يعني ممكن يتلاقي فيها مباراة دولية مظبوط سواء اللي في الأستاذ أو اللي في نادي الظهور بس يعني ده مكانش هيحصل إلا بتعاون أطراف كتير بس الأمور واضحة نحن في لستة طويلة عريضة ممكن نشكرهم بالإسم مش بالإسم الهيئات أو الجهات ممكن نتكلم عن الجهات مثلا لتعاون يعني نادي الظهور يعني موقف في ظهرين 24 ساعة مصر محمد برداش ومجلس إقدارة بالكامل عشان بس لو قلناهم واحد واحد هنقعد مش هنخلص الحالة فمن غير أن يبقى فيه هيئة أو جهة بتسابورت معاك زي اللي اتحادر مصر سكواش أستاذ عصر خليف أو زي نادي الظهور مصر محمد برداش ما كانش كل ده هيحصل فيه أطراف كتير ساعدت معانا ولجنة المسابقات واليد منظور التحكيم كابتن عباس عود فيه أطراف كتير ساعدت معانا بس هي أطراف تكاملت مع بعض عشان الصورة تطلع من الزهور مش إحنا لوحدنا إحنا إحنا بنفكر وبنحط بلان بس بنبقى محتاجين أطراف أخرى تسابورت معانا في تنفيزي بلان واحد من مميزات للتحاد الزخم اللي موجود فيه البطولات وإن فيه طول الوقت بطولات شغالة وبطولات قوية وكلها على نفس المستوى إن لم تكن يعني متقربة بطولة البورسعيد بطولة البورسعيد يعني معادها ما بقاش هو القائم فيه تأجلت اللعيبة بقى المفروض كانت حتراع في البورسعيد هل هيشاركوا معانا في بطولة منطقة القاهرة العدد زاد عليكم الضغط زاد عملتوا إيه في الجداول الترتيب الناس المسافرين هتبقى عاملة إزاي مؤجلات بقى زي كرة القدم كبه مؤجلات بقوية 32 طيب إحنا كان المفروض إن إحنا بطولة منطقة بورسعيد كانت هتبقى معنا في نفس التوقيت بس ديوتون هم طلبوا إلغاء البطولة فاللعيبة فعلا متعايتهم إحنا مدينا الاشتراك عندنا يوم مدينا التسجيل في البطولة عندنا يوم زيادة اللي هو الحد إمبارح إحنا كان مفروض تسجيل ليقري في اللي عندنا أول إمبارح لما حصل إلغاء بطولة منطقة بورسعيد مدينا عملنا اكسنشن للريستريشن عندنا يوم كمان عشان لعيبة بورسعيد اللي خرج من البطولة حابب يجوين عندنا يجوين عندنا والتسجيل تقفل عندنا مبارح ساعة ثلاثة ولعيبة اللي حب منهم يجوين عندنا دخل عندنا فإحنا برضو السنة دي التاني موسم على التوالي أكبر رقم في البطولات المحلية لا بس أقولي أعداد 1400 ما شاء الله وإحنا كان 1400 بدون رواد بدون الرواد بدون الرواد وإحنا كان قبل بطولة بورسعيد كان العدد تقريبا معناه رقم ما كانش رقم أكرت لما كانش لسه التسجيل يتقفل ما كانت قفل هنا ولا كان كل الناس هجلت لسه هناك هو ما بنقولش رقم أكرت لما التسجيل فالتنظيم بيتم إزاي بقى أنت هتبتدي ساعة تساعة صبح طيب وده سؤال سؤال و1400 و1400 العدد كبير مش أولاي نظبوط على 11 ملاعب إحنا عندنا خمس ملاعب في نادي الظهور وخمس ملاعب في الإستاد وملاعب جلاس كورت في الإستاد فكل توتل عدد الملاعب اللي عندنا ست ملاعب المناسبة جلاس كورت برضو كان من أول مرة يتلعب عليه عندنا برضو في مطلقة القراءة أول مرة تلعب عليه عموما جلاس كورت اللي هو الملعب الإزازي اللي في الإستاد السنة اللي فاتت برضو مع الاتحاد الجدد بالكامل فده لأن الولادنا لما بيسافروا يلعبوا في الطولات دولاية ما بيلعبوش غري على مناعب جلاس كورت فكان مهم جدا أنه تمنا بالحيط دي النهاردة ان شاء الله كمان ساعتين بالزبط كده لحد بقى صخرة النهاردة وضع الجداول الدرور حط كل الاحتمالات الممكنة زي ما حريك سألتيني من شوية هل حتعملوا زي السنة اللي فاتت مراحل تبقى هنا ومراحل هنا السنة اللي فاتت أسمنا ولاد في مكان وبنات في مكان السنة دي وارد يبقى فيه مكس مطشاة مراحل بس ناخد بمراحل مش بالفئة مش بالولد والبنت لا ناخد مثلا 11 و13 في جزء ونبقى الباقي بجزء تاني حيباني النهاردة بنقعد نحط حلول كتير ونشوف الأوبتمام في الآخرية طيب من مميزات لعبة السكواش أو لعبة السكواش أن دايما في توصل أجيال النجوم السكواش مش بوعات خالص عن لعبة السكواش وتلاقيهم حتى في التمرين أواقف بيعملوا عادي جدا بمتسوى متوقع بقى حضور أسامي كبيرة من العبة السكواش إن شاء الله أنتم حتى شفتوا لو متابعين البيتج عندنا فيه أبطال عالم عقبتين هانيا وفارس و15 ملازلين سابورت للبلاد نمو بيحافزوهم يخشو شايفينهم وهي بتدعم المشاركين في المسابعة بتدعم البطولة لأن البطولة دي هي من أقوى هي أقوى بطولة المفروض بعد بطولة الجهورية بس عدد اللي بيشاركوا فيها أكتر شوية بقى لنا سنتين أكتر من الجمهورية فالبطولة وغدى زخم متهائلش إن في بطولة تانية محلية بيحصل فيها كل الأكتيفيتس اللي بتحصل في بطولة منطقة القاهرة اللي بيشارك فيها بس من أبناء القاهرة دا لأ الجمهورية كلها آه يعني اسمها بس اسمها بطولة منطقة القاهرة اللي لا بتغضع لتنظيم لتنظيم المجلس الإدارة بتاع منطقة القاهرة إنما بفتوح لكل أنديت مصر كل المحافظات عزيم طيب داي خلينا نسأل بقى هل المحافظات والأقليم والمحافظات البعيدة شوية عن القاهرة بيجي منها لعيبة سكواش آه طبعا بيجي بس في محافظة يعني مثلا مثل زي اسكندرية معروف دي أكبر محافظة بعد القاهرة بيجي منها لعيبة يجي بعد كده شوية برسعيد يجي محافظات أخرى آه بيجي طبعا بس الكسافة الكبرى طبعا قاهرة رقم واحد رقم اثنين طيب احنا دايما بنبقى عينة على قدام شوية الأولمبياد جاي احنا عندنا بطولة دلوقتي تساعدنا ان احنا ندخ ناشئين ان احنا نسابورت ناشئين او ندعمهم بحيث ان احنا يبقى عندنا فريق تاني وثالث ورابع واجيال بتسلم اجيال طيب انت حالك قلت كلمة كويسة من شوية على ان احنا في دايما تواصل بين الاجيال سواء اللي موجودين حاليا اللي هنقول ان هما بقوا في مركز ادارية او في مناسب ادارية للعبة او الابطال الحاليين اول اجيال الجديدة اللي بتطلع ما بتحسش ان بتحس ان فيه سهولة في تسليم وتسلم البطولات الدولية انت اخر البطولة بريتش اوبرن بطولة دولية مصر وقد 100% من المراكز كلها 100% فيش دولة خادت حقاية قصادك ان تاخد مركز من المراكز ساعتك وده ما حصلش قبل كده انها دولة في العالم فمصر مهيمينة على رياضة الاسكواش في العالم من المنطلق ده احنا عملنا سنة فات مصر عامة السنة فاتت بطولة مصر الدولية دي كانت اول مرة تتعمل عشان ما يبقاش احنا صحاب اللعبة او احنا المهيمينين على اللعبة وما عندناش بطولة بتاعتنا العالم هو اللي بجاي عايز يلعب معنا فاحنا السنة دي عندنا بطولة مصر الدولية في شهر 8 ان شاء الله تتعمل من 7 ال 11 اغسطس اعلننا عنها السنة دي بدري على البيتج بتاعتنا وبدأنا وتواصلنا على الاتحادات الاوروبي والاتحاد الامريكي وبلغنا البطولة تبقى انت والرجسترشن بتاعها هيتفتح وريب وحنبدأ نشتغل بقى على السبونسرز وعلى شغل المطل هناخدها ان شاء الله دي ان شاء الله مش موالك كون على عرضنا واحنا متفوقين في اللعبة مظبوط يبقى اكيد البطولة دي طيب السنة دي محتوى تطلب لان مختلفة شوية ان شاء الله تبقى احسن بكتير حاجة لي بالسكواشو المصري طيب وحنا بنتكلم عن التواصل بين الاجيال هل ده سبب حب الاجيال الجديدة والنشأ الصغير لهذه اللعبة بصة وما حدش ينكر ان ده اكيد احد الاسباب يعني خارج مثلا لو ممكن روحت الستاد في اي وقت وارد جدا تلاقي حد من ابطالنا العالمين بيتمرن في ملعب الملعب وولد صغير عنده 11 سنة بيتمرن في ملعب لجنبه فاكيد ده بيعمل له وحافظ ان انا عايز ابقى في يوم الايام انا كمان اطلع بقى رقم اتنين رقم عشر على العالم رقم قمسة حابب العب مع البطل ده تصور معي حابب اسمي يبقى زيه فطبعا ان انت شايف قدامك نموذج ناجح اكيد بتحفز الولاد الصغيرين هم حابين يبو زيه بصراحة النجوم بتاعنا والابطال بتاعنا كلهم بيحفزوا جدا الولاد الصغيرين بيبو فرحانين بيهم وممكن يقف يعمل عليه كوتشنج بقى حاجة معينة يساعدوا في حاجة معينة لو حد من الصغرين طالب يلعب معا جيم فورفان ما بيقولوش لا بيساعدوا فالروح دي في السكواش احد اسباب نجاه وعندنا في مصر بصراحة طيب احنا يعني خلاص وقتنا بيخلص لكن عايزة احنا شفنا كم فيديو كده سريع في دعم للعبين لكن مين ممكن يكون بقى من الابطال الكبار حيكون بيلعب في البطولة شفنا في التسجيل بيلعب في البطولة مش هعرف اقولك لوقتي لحد ما هنراجع لأسماء النهاردة نشوف حد مين راجع يدخل منهم من دخلش الف وربعية لعبة كده أنا مش حافظين الف وربعية كلهم بس في مثلا حد زي مش لاعبين حاليين يعني في أسماء كبيرة هتبقى موجود يعني رئيس التحاد سيبقى موجود في البطولة ولحد تكريمها احنا بعتين دعوة مع الوزير أشرف صبحي لانه شرفنا بحرف الختام بتاع احنا نعمله بشكل مختلف شوية كابتن كريم درويش حيبا موجود ان شاء الله يا رئيس الحددولي واندوس أمن التربولسي في أسماء كتيرة قوي كبيرة قوي لو عادنا نقول أسماء للمشاهير عندنا في السكواش مش هتخلص أكيد ساعدنا بوجودك النهاردة المهندس أشرف الخولي رئيس منطقة القاهرة للسكواش نورتانا شكرا 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 شكرا